أذكر مرة في يناير في الثاني سنة كان بينزل له عادة أنه هو يوعظ في كنسة أمبان تونس في شهرة نزلت معا يعني كان عندي أمبان تونس أنه أنزل بقى يعني كنت أخذت على جوة كلية والدراسة والمتاع وحضرت دروس كل حاجة بقيت إيزي بالنسبة ليه فانزلت معا نزلنا سوا عشان يوعظ يومين في عيد الأمبان تونس في شهرة برضو من الحاجات اللي انطبعت في ذهني كان الأباء الكهنها في أنتوني وأمبان تونس يعني عرفهم من بعيد كده كان فيهم أب كبير وقور اسم أبونا إبراهيم عطية كان وكيل الكولياء الكليركية زمان وكلام ده سنة خمسة وستين كان الأب أبونا إبراهيم عطية ده راجل شيخ وقور كبير وكان له يعني شأن أبونا هو داخل كنيست أمبان تونس مع الزحام لقيت أبونا إبراهيم عطية ده يعني بيحوط حوالينا أبونا بشوي كأنه يعني حاجة غالية قوي يعني المنظر ده مش بيضيع من زيني عشان كده يعني يعني ما هواش حكاية سيط أو أو اسم أو بتاع لأنه يعني كان أبونا يجي له ناس من كل حتة بمشاكل بمتاعب ما كانش يقول ما كانش يكلم يعني كان فعلا أب صاحب أسرار أقول الناس من أسواء من أنا من المنية من أصيوت من سهاك مشاكلهم ناس كبار صغيرين من جميع أصناف الناس لكن كان يعني وكل واحد كان يحس الإحساس ده أنه رغم بعض المسافات هو ده مش مسؤول عنه يعني لا كان يحس أنه مسؤول هو كان يحس مسؤوليته ده ناحية أي نفس للمسيحي فدي حاجة يعني برضو فريدة يعني القلب اللي يتسقل بمسؤولية كبيرة أوية من غير ما يعني يعني ما حدش طلب منه ما حدش عينه أنه يكون مسؤول عن الكرازة والذي وظفته ولكن ده قلبه فأحساس الناس تحس دي حسوها الناس من على بعد حتى اللي ما شفوهوش ولما جم في مشاكلهم أو ضيقتهم لقيوا اللي كانوا بيحسوا بيصح لأنه كان يعني أبونا تعلم علم العالم كتير يعني رغم سنه الصغير خد درس دراسات كتير وأرى كتير أوي مكتبته كان فيها ألاف الكتب لكن ما سمعتوش مرة مثلا يقول إحنا درسنا في الفلسفة مش عارف أفصل إيه أو في علم النفس أنا درس واخد درجات لكن قال لي في بدايات ما كنت أخد اعترافات قال لي في أول سنين كده كنت إيه أحاول أطبق إلا أن درسته في علم النفس ولخبطت الدنيا لأن الحياة في المسيح والروح مختلفة عن العلم بتاع الناس يعني وده برضو بيخلي أبونا فريد فإن نحنا ساعات كتير الناس قلوا العلم عيب العلم مش عيب بس الإيمان أعلى من العلم والروح أعلى من العلم والواحد اللي اللي فعلا يمسك في الروح وفي الإيمان وفي الحياة بالمسيح يقول ما كان لي ربحا حسبته خسارة هو لا يساوي العلم من العالم ده ما يسويش لأن الحكمة اللي بتنزل من السماء غير حكمة العالم غير حكمة أولاد العالم يعني كان ربنا بديله حكمة فوق يعني كنت تحسها ما بين وحد بيفكر من الناس مثلا كنا قاعدين في مجمع كهنة مجمع كهنة كله كهنة وكله بيوعظ وكله بيفهم وكله بيكلم في موضوعه ما يتكلمش يمكن آخر أواخر ناس اللي يتكلموا لكن لما يتكلم تحس بالفرق في المستوى للفكر ومستوى الإلهام لأن يعني رغم أنه حكيم بحسب طبيعته ومواهبه ولكن كان بيدناي دي وفعلا يعني كان بيحط كل التكاله على الله كان شبدا يرجع للحكمة البشرية اللي تعلمها في مدارس أو في جامعات أو لكن كان يعني يعني وما كانش حكيم فيه عن نفسه لدرجة أن احنا وأنا لسه ما ترسمتش كهنة وكان عندي وقت بقى بعض الظهر كتير ويعني كنت أخلص الكلية وفضى ما عليش مسؤوليات ولا عائلة ولا بتاعها فكنا ألزق فيه وكنا نمشي مع بعض أخدنا في عربيته نمشي في زيارات خاصة ما ياخدنيش معاها يقول لي أسيبك خمس ساعة أقول لا خد وقتك يطلع وأنا قاعد في العربية وينزل ناس ما عرفهم شي فيحكيلي مثلا يعني بعض ويقول لي رأيك إيه يعني يعني تصور مثلا واحدة ستة متشددة فأرأى ومشكلتهم كذا ولا بتاعها فيقول لي إيه رأيك وأنا لم متزوج ولا كاهن ولا فيعني يعني ما كانش حتى يعني بيسق في ذاته إن هو الشيء بعد ما بيت كاهن كإني كنت مثلا لما كنا في أمر معين كنت أنا صاحب الأمر أقول له آه يقتنع به حتى لو غلط هو عارف إنه غلط وحاجات كتيرة يعني كنت أقولها يقول لي آه أعملها كويسة وأعرف إنها غلط وبعدين لما روح لآخر السكة وحس إنها غلط وارجع لي يقول ما عليش ما حلم نتعلم يعني هو أي أصدق بالحكاية ما كانش يعني ما تحسش إنه هو مثلا هو الراجل الكبير وأنا واحد لسه صغير مبتدئ في الكهنوت فهو يمشيني حسب ما هو يسيبني أكتشف بعض السكك ولما اكتشف إنها غلطة يقول لي ما أنا عارف بس أعني شري يعني ما أسهل إنه كان يقول لي آه لا ما تعملش كذا تعمل كذا ما كانش هو كذا يعني حسسني من فروم داي وان أن إحنا يعني إيكول وإحنا عمرنا وكنا إيكول في التدبير في التدبير من أول يوم ما أنت عليك قداسة ووعظة ومش عارفية وان عليك قداسة ووعظة طبعا فين وفين فيعني زاد الرباط بتاعنا بالأيام والأوقات قد دينا أوقات كثيرة أوى 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 دان يعني على قد ما يعني كنت أستوعب من حاجات من أسرار من كان هدف واضح أوى مركز أوى وكان له ميزان لا يخطئ في النفس يعرفها كويس أوى يعرف أسرار النفس ويده كل واحد على قده ويحمل كل واحد على قده ومرة قال أنا مش ديان للناس أنا خدام للناس فرغم أنه يعرف لكن عمري ما سمعته بيجيب بصيرة إنسان بالراضي يعني في معرفة يعني عارف التدبير ده تدبير تعبان وعارف ده يعني عالمي وده 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 إذا كان في الكنيسة في القيادات في الأكهنة في الغيره أو في الشعب يعني يعرف يدرك لأنه كامل الإدراك وعينه فحصة جداً لكن مش ديان ودي فاري كريتيكاً لأنه كتير بتزفلت الواحد أما يشوف حتى خطايا الناس تبصت لقيه على رأي مرس حق أهلك الجاهل يرى خطايا الآخرين ويدنهم عليها والحكيم يشوف فضايا الآخرين ويقتنيها حاول يقتنيها فهو كان فعلاً يعني تدبيره الروحي كان تدبير الناس الكاملين رغم ما عرفته الكثيرة لضعفات الناس لكن كان حكيم قوي يستحيل إنسان سمعه بيزم في إنسان أبداً أبداً حكمة وإدراك ولطف مع كل النفوس حتى اللي يعرف عنهم حاجاته لطيف يعني عمره ما كسر خاطر حد مع إنه كان بقولك بيعرف يعني وبعدين ناسه كتار كتار قوي ولكن كان يعني بسبب الحكمة اللي عنده إنه دايماً يلتمس العذر لأي حد يقولك أصل دفلاء يعني كنا نختلف مثلاً مع بعض الأباء يعني الله يقدس روحه أنبا صمويل أسقه في الخدمات كان هم ليهم منهج هو كان ليهم منهج مختلف ما هيش مدارس ولا بتاع زي ما بيقوله ولكن يعني هم كانوا في اجتماعيين يحبوا الخدمة الاجتماعية يخدموا الناس أو يخدمين أو يقلبهم واسعوا بتاعه ويعني يعني كان الاعتبار الكنسي أولئي اللي بنسبة ليهم اللي هي مثلاً العمق في كنيسة في تدبرها في أصوامها في طقصها في أعيادها دي حياته فكانوا مختلفين لكن كان يقول لي يقول لي صدقني لو ده اللي احنا دقنا كان يبقى أحسن مننا فكان يلتمس حتى العزر المختلف معه في المنهج يعني المفتح على العالم والدنيا والكنسة التانية والمش عارف أبصر إيه ومش مهم التأفيلة بقى الأرثوذكسية أو دي مختلفين جذرياً في المنهج لكن بروحه ما هوش إنسان خصام أو إنسان عداوة أبداً فمحب وغير ديان مش متنازل عن الحق اللي عنده أبداً يتمتع به ولكن يلتمس العزر للي مش متمتع به فده الإدراك ده يعني إليه لأنك تلاقيه إليه لأنك تلاقيه في حد يعني يعني اللي بيختلف معايا في المنهج يعني هم اختلف لكن كان محب يعني يعني عمره ما اصطدم وعمره وعمره ما كان مرائي يعني حتى كان بنا من بعض الأباء في محبة كان عند واحد اسمه أبونامين اسكندر كان أقوى أكبر منه مرسوم أبله بخمس سنين وكان أبونامينة رجل طيب ولطيف وبعدين كان في كنيسة العدرف سموحة وابتدى يستضيف بعض الناس اللي ليهم مي والبرستانتين فاختلفنا معاه وابونا واجهه بكل صراحة كنا مره عاديين قاعدة كهنة واختلفنا وكلمه بمنطقة الوضوح وقال لولدنا لكن لم يفقد المحبة ما فقدش المحبة يعني ما يعني احنا البعض يعني احساسه ان احنا البعض دي حتى وعارف قلب أبونامينة وعارف حبه هو كان متمسك ان دول يعني ناس كويسين بتاع بيجيبهم بكنيسة والناس بتيجي فطرحنا الأمر وبوضوح ولكن فضلت المحبة ما تخنقش ما تخصمش يعني ما كانش يجي على حساب الإيمان مثلا من أجل انه دانه كسبان الناس في المبادئ ما بيضاء ما كانش ولكن لا يمكن يفقد بسطه أو لطفه أو حبه شكرا شكرا